لا تزال الساحة السياسية في العراق تشتد سخونة أكثر فأكثر حيث أحدث تكليف عدان الزرفي لرئاسة الحكومة صدع آخر في العملية السياسية التي تواجه في الأساس مشاكل جمة ليس أولها الصراع على المكاسب وليس آخرها الحراك الشعبي الذي يريد الإطاحة بها آخر الانقسام السياسي الذي رفق تكليف الزرفي قسم البيت الشعي لطرفين مؤيد ومعارض رأس حربته الميليشيات التي هددت بقلب عاليها سافلها في حال تمرير الزرفي وهو ما ظهر عسكريا بحسب صحيفة الإبارسيون الفرنسية عبر الهجمات الصاروخية على أماكن وجود قوات التحالف الدولي ما تسبب بغارات انتقامية جوية أمريكية ضد مواقع تلك الميليشيات الموالية لإيران على الصعيد السياسي تقول مصادر نيابية إن الكتل الشيعية المتحاصصة أمام طريقين لا ثالث لهما التخلص من الزرفي إما إجباره على التنازل والانسحاب أو إسقاطه في البرلمان ومنعه من الإعقاد أصلا بحجة فيروس كورونا حيث بدى واضحا رهان تلك الكتل على الفيروس أكثر من رهانها على قدراتها السياسية بالتوازي مع ذلك يظهر ميل الكتل والميليشيات الموالية لإيران للإبقاء على عادل عبد المهدي الذي جربها وجربته وبلغت في فترة ولايته مستوى أعلى من النفوذ فتح لها أبواب مؤسسات الدولة تتحكم بتوزيع عقودها وإدارة عمليات التوظيف فيها أمام هذه المعطيات يبدو احتمال وقوع الزرفي في ذات الفخ الذي وقع به المرشح السابق لرئاسة الحكومة محمد توفيق علاوي وهو الفشل بإقناع الأحزاب المتصارعة أكثر السيناريوهات التي تلوح بالأفق ما لم تتدخل طهران كالعادة لتفرض إرادتها بحسب مصالحها التي تختلف حينا وتتفق حينا آخر مع واشنطن على كعكة المصالح في عراق ترك مخضبا بدمائه ودماره وليوم يترك لقدره في مواجهة فيروسين ينتشر بسرعة كالنار في الهشيم ما قد يحوله لكون مصدر الوباء في المنطقة بحسب منظمة الصحة العالمية